كشف الناخب الوطني وليد الرجراجي اليوم عن اللائحة النهائية لعناصر المنتخب الوطني المستدعات للمشاركة في المبارتين التي سيأخذهما أسود الأطلس أمام منتخبايا الجابون ولسوتو يومي السادس والتاسع شتنبر القادم بالملعب الكبير بمدينة أجادير برسم التصفية الإفريقية المؤهلة لنهائية كأس إفريقيا للأمم التي سيحتضنها المغرب في الفترة الممتدة ما بين 21 دجمبر 2025 والثامن عشر يناير 2026 وتضم اللائحة الأسماء التالية في حراسة المرمى نجد ياسين بونو عن نادي الهلال السعودي ومونير المحمدي عن نهضة بركان والمهدي بن عبيد عن نادي الجيش الملكي وفي خلط الدفاع وجهت الدعوة لأشرف حكيمي عن نادي باريسان جرمان الفرنسي ونصير مزراوي عن نادي ماشستر يونايتد الإنجليزي وعبد الكبير عبقار عن ألافيز الإسباني ويونس عبد الحميد عن سانت إيتيال الفرنسي وأشرف داري عن نادي الأهل المصري ونايف أكرد عن نادي ويستهام الإنجليزي وزكريا الواحدة عن جينك البلجيكي ومحمد الشيبي عن نادي بيراميتس المصري وآدم أزنو عن بيرين ميونيخ الألماني وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسوفيانا مرابط وأمير ريتشاردسون عن نادي فيرونتينا الإيطالي وبلا الخنوص عن جينك البلجيكي وأبراهيم دياز عن نادي ريال مادريد الإسباني وأسامة ترغالين عن نادي لوهافر الفرنسي وعز الدينو ناحي عن نادي مارسيليا الفرنسي وفي خط الهجوم نجيد حاكم زياش عن نادي جالاتا سارايا التركي وإلياس أخو ماش عن فير يالي الإسباني وأمين عدلي عن ليفر كوزين الألماني وسوفيا الرحيمي عن نادي العين الإماراتي وأيوب الكعبي عن نادي أولمبياكوس اليوناني ويوسف انصيري عن نادي فرن بخشل التركي وإلياس بن صغير عن نادي آي أس موناكو وعبدالصبدالزازولي عن بيتيس الإسباني ترجمة نانسي قنقر